مقتل عائلة كندية في هجوم متعمد بشاحنة في مدينة لندن قطعة أمتال الحادث تم يوم الأحد الماضي حوالي الساعة 9 إلى 3 مساءً شخص عمره 20 سنة طلع بعربيته على الرصيف ودهس أسرة كاملة من 5 أشخاص الموقف قدى أن أربع أشخاص ماتوا وطفل عمره 9 سنوات يعاني طبعاً من إصابات شديدة ودلواتي هو موجود في المستشفى وللأسف الطفل يعني كل عائلته ماتت العائلة الأربع أشخاص عبارة عن أب وأم وولدة الأب وبنته عمرها 15 سنة الأب عمره حوالي 46 سنة والزوجة 44 ووالدته عمرها 74 سنة والطفل عمرها 15 سنة عليهم رحمة الله ربنا تقبلهم إن شاء الله في الصالحين الشرطة في لندن أكدت أن الحادث ده حادث متعمد فليه لأن الشخص كان لابس زي سطرة فست واقعي يعني زي درع واقعي كان لابسه الشخص لما تم القبض عليه وطبعاً فيه تفاصيل كتير وفيه شهود ناس كانوا موجودين في الحادث وحكوا عن اللي حصل بالضبط إزاي كان الموضوع مفزع بالنسبة له بعدها مباشرة كان فيه رد مباشر من الحكومة الكندية كتب على توية الرئيس الوزراء جاست نترودو إن ما فيهش مكان للقراهية ولا الإسلاموفوبيا في كندا وكان فيه أكتر من ردود أفعال من أكتر من شخص في الحكومة الكندية وفيه أونتاريو فللأسف ده حبيت شارك معاك واحد من الأخبار الحزينة اللي بنعيش حالياً في كندا ربنا يصبر أهل الضحايا ويتم شفاء للطفل على خير وربنا يحفظنا جميعاً ويحفظكم ونتمنى نشوفكم في خير وأكيد روابط الأخبار هسيبها أسفل فيديو لوحد محتاج يعرف أكتر السلام عليكم